تزامنا مع عياد الميلاد توجهت كوادر الدفاع المدني من الموصل إلى قضاء الحمدانية وذلك لتعفير وتعقيم الكنائس في مبادرة للتخفيف من خطر الوباء الذي يواجه أبناء المكون المسيحي ممن سيحضرون الاحتفالات وقداس ليلة الميلاد قمنا بتعفير وتطغير الكنائس الموجودة في قضاء الحمدانية عبارة عن إدعش كنيسة قمنا بتعفيرها بالتعاون مع رجال الدين المتواجدين في كنائسهم شهد هذا العام عودة المئات من العوائل المسيحية إلى مناطق سهلينين ومنها قضاء الحمدانية وجاءت هذه العودة تزامنا مع تحسن الواقع الخدمي في القضاء أما من عادوا فقد تمنوا أن يكون العام القادم عام تحسن وتغيير عن ما سبقه من أعوام ماضية شكرنا لقناة اليوم التغيير اللي هي حاضرة ويانا إن شاء الله التغيير للإنسان نحو أنسنة المجتمع وأن نتغير عن واقعنا وننهض بواقع جديد طبعا نريد أن نشجع كل واحد من عدنا ترجع الحمدانية أحسن وأحسن وهي شيء فرحنا أكو ناس رجعت أكو ناس تريد ترجع وأكو ناس يريد أن نطور هذا الشيء بالشوارع بطبليط ومحبة بيناتنا وينتظر سكان القضاء هنا حالهم حال أبناء نينوا تعويضهم عما خسروه بسبب الحرب واحتلال الإرهاب لمناطقهم لكن تعلقهم التاريخية بمناطق سكناهم جعل أعدادا ليست بقليلة منهم تعود خلال الأعوام التي مضت من قضايا الحمدانية محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر